الملف التاني أو الجزئية التانية اللي عايز أتكلم عليها وللأسف ملاحظ أن الإعلام الرياضي في مصر ما بيتحدث عنها بشكل كبير هو بيتقشي إليها بشكل كبير جداً وهو متعلق بجمعية اللاعبين المحترفين اللي بيرقصها في الفترة حالية كابتن مجدي عبدالغني في جزئية مهمة جداً أنت ما عندكش في مصر روابط للأندية وما عندكش روابط لللاعبين لكن عندك حاجة تقدر تستند عليها الفترة الجاية وهي جمعية اللاعبين المحترفين هذه الجمعية لتأمي حفلات وإحفلات وطور سانوية خلال الموسم لكن لما بيكون عندها دعم الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لكن الهدف الأساسي منها في الفترة الحالية اللي هي المفروض تقوم بيه في الفترة الحالية إن هي الدعم اللاعبين المحترفين سواء الموجودين في الدول الممتاز أو في الدرجة التانية ولو تقدر تساعد الاتحاد المصر لقرة القدم فيه دعم اللاعبين في الدرجة التالتة والرابة بيبقى شي طيب جداً ده دور اللي منوطة بيه جمعية اللاعبين المحترفين والدور المفروض يقوم بيه ده عبدالغاني خلال الفترة اللي جاية لدوريات اللاعبين مستقبلا لان خلال الدوريات الاوروبية او المناقشات في الدوريات الاوروبية خلال الايام اللي فات وكل بيشتغل على اطار ان روابط الاندية مع روابط اللاعبين لها الجمعيات المحترفة ازاي تقدر تحافظ على راتب اللاعب ازاي تقدر تدعم راتب اللاعبين في الدرجات الان عشان ما يكونش فيه بطالة او ما يكونش فيه مشاكل كبيرة فبالتالي الدور اللي منوطة به جمعية اللاعبين المحترفين في مصر مبقى ان ما فيش ربطة للعبين مع ربطة الاندية هو الدور ده لازم تقوم به لازم يشتغلوا عليه بالنسبة للمرحلة اللي جاية ده رسالة وده طلب المفروض معرفش هل فيه آلية للاتحادس لقرة القدم يقدر يقوم به مع الجمعية في الفترة اللي جاية ما فيش حاجة واضحة طبعا في لايحة النظام الاساسي او اللايحة طبعا هي معلقة في الفترة حالية نتيجت ان فيه لايحة جديدة بتتعمل عشان الانتخابات لكن